موسيقى كالتقاء الأمواج الهادئة بالريمال الذهبية وكتغريد العصافير على أغصان الأشجار الوارفة نلتقي فأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة تابعونا تشاهدون في هذه الحلقة المقاومة الجنوبية وتحديات ما بعد التحرير معبد الفرس في عدن آخر معالم الديانة الزرادشتية في الجزيرة العربية حسين يوسف إرادة فنان تقهر طروف بالروح بالدم نفديك يا وطن هكذا ستر مقاومين الأبطال ملاحم المجد والانتصار ولكن ما هو وضع المقاومة اليوم وهل أدركهم الوطن كما أدركوه هذا ما نطرحه في قضيتنا لهذه الحلقة فرحة الانتصار لم تكتمل هكذا يصف أفراد المقاومة الجنوبية الحال في عدن فبعد مرور أكثر من عام ونصف على تحرير المدينة من ميليشيا لإنقلابيين لا تزال مطالب أولئك الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم للذود عن عدن معلقة على أستار أعذار غير مبررة ووعود منسية إلى الآن لم يتم لنا صرف أي مرتبات ولا استحقائقات مالية ولا برغب أن في ناس جاءوا بعدنا أنا الذي شعري أبيض ما بالك بالشباب الذين قاوموا معنا مش عارف في الأسباب ليش ما يتم العلاق وليش ما يتم الأنصاف وليش ماذا في ناس دمرت بيوتهم في ناس يعني ما فيه أنصاف لا يومنا هذا توجيهات رئاسية وحكومية ترددت كثيرا فيما يخص الإسراء بإجراءات دمج المقاومة في الجيش واعتماد مرتبات لأسر الشهداء لكنها كما يقول المقاومون جميعها وعود تبخرت وذهبت أدراج الرياح المقاومة وأبناء المقاومة الجنوبية في عدن وأبناء عدن هم الذين همشوا تهميش غير عادي نحن نتألم حقيقة لما نرى يعني أخواننا من المقاومة لم يعني تتم الالتفات لهم يشكو المقاومون أيضا من اختلالات مالية وإدارية رافقت المراحل الأولى من عمليات التجنيد وهي تجاوزات إن صحت لا تساعد على بناء جيش وطني الولاء قوي الإرادة وتنذر بعواقب وخيمة على يمن ما بعد الإنقلاب للأسف الشديد لا حد الآن لم يترقموا الترقيم الكامل وملفاتنا موجودة بإدارة الأمن لحوالي 150 أو 160 جامعيين بيدي أرسلتها وسلمتهم لإدارة الأمن ودربوهم لمدة شهرين في معسكر النصر وبالأخير تلاشى الحكومة هي الأخرى تبدو غير قادرة على معالجة هذا الملف في الشائك وخاصة في العاصمة المؤقتة عدن فلجنتها التي شكلت برئاسة وزير الشباب والرياضة نائف البكري للإشراف على صرف مرتبات الجيش والأمن في المنطقة العسكرية الرابعة سارعت للاعتذار عن إكبال المهمة بعد أيام من مباشرة أعمالها في عدن وهو اعتذار يكشف حجم المشكلة قاتلنا في جاولة كل يوم وضعنا شيئ لا رواتب ولده ولده تم تهميشنا نهائيا ما أعطوناش العلاق ولا رغم عسكري ولا حاجة كانوا مقاومة مقصصين رجولهم مقصصين بتعابة لما الآن مزوّقين وما جادرين يسربع عقولهم لا يطلب هؤلاء أكثر من إنصاف أسر الشهداء والجرحى بشكل عاجل وتلبية كافة احتياجاتهم الضرورية ودمج كافة فصائل المقاومة في المؤسسات الأمنية والعسكرية كأقل تقدير لتضحيات الجسام التي قدموها في معركة تحرير الوطن واستعادة الدولة الأستاذ علي ناصر الكازمي نائب قائد المقاومة الجنوبية في عدن أهلاً ومرحباً بك معنا في هذا اللقاء بداية أستاذي خرجتم من دون قيد ولا شرط تقاومون وتدافعون عن عدن وعن الوطن ما هو حال المقاومة الجنوبية اليوم في عدن؟ أهلاً وسهلاً بكم في شرطة البساتين اليوم المقاومة الجنوبية وضعها صعب جداً في عدن لم يتم استيعاب المقاومة الجنوبية للإستيعاب الكامل في مدينة عدن وواضح غرارات رئيس الجمهورية في خامة رئيس عبد ربا مصور هادي أنه لا بد من دمج المقاومة حتى تصبح دولة اليوم المقاومة تم استيعاب حوالي 20 إلى 15% فقط والباقية تحولت إلى في البيوت المقاومة الحقيقية اليوم أنا تكلمت قبل حوالي 3 إلى 4 أيام ونزلت 8 شهور في صفحتي في الفيسبوك أن المقاومة هم اليوم عمال عاديين في ميناء عدن وهم في سواغي انتكاسي وهم في الشوارع وهم في البيوت المقاومة الجنوبية نتمنى من منبركم هذا أن يصل صوتنا إلى أصحاب الغرار في خامة رئيس عبد ربا مصور هادي و الأخوة في الشقة في دول الخليج العربي أن يتم استيعاب المقاومة الاستيعاب الكامل نحتاج إلى ليس الشقة العسكري بل الشقة المدني هناك عندنا حملت الشهادات العليا في المقاومة هم الآن يعني لا يجدون أي شيء عندنا العنصر النسائي ساعد في المقاومة العنصر النسائي كثير معنا هنا لم يتم استيعابهم استوعب الغليل عسكريا فقط حوالي 15 إلى 20% في رأيكم ما هي المعوقات والأسباب التي عرقلت إلى اليوم ضم ودمج المقاومة وعضاء المقاومة إلى الجيش؟ والله هذه الأسباب يسألوا عليها اللي في القرار احنا ما نشوف أي أسباب احنا في بعد نهاية الحرب استدعونا في فندق القصر و كان نائب رئيس الجمهوري السابق الأستاذ خالد بحاح و شكلنا لجنة حليا خمس قيادات كبرى و مجلس وطني كامل و كان من ضمن الخمس القيادات الكبرى الشهيد أحمد الدريسي رحمة الله عليه و أنا و محمد البوكري و عدة قيادات وتفاجئنا بعد ذلك أتت خطط أخرى وتم إيجاد الحزام الأمني والحزام الأمني هم جزء من المقاومة لا ننكر هذا ولكن المقاومة الكبيرة الأريضة أنا أتكلم عن المقاومة عدن التي أسقط أكبر مشروع فارسي أو أكبر مشروع طائفي في الوطن العربي أسقطته و داسته فيه على محيط أسوار عدن المقاومة الجنوبية اليوم مهمشة قبل غليل زارني قيادات كبيرة سليمان الزامكي غير مقاومة خرمكسر أيمن عسكر غير مقاومة الشعب هم موجودين عندي في الخرفة الثانية ما عندهم شيء ولا عندهم أي مناصبي يحلون غضايا الناس كلها ود لكن نحن نريد أن نتحول دول للأسف الشديد نحن نتابع في مواقع التواصل الاجتماعي في الإعلام يقولون أن المقاومة نحن نريد دول نريد ميليشيات نحن طالبنا بهذا الشيء سلمنا للمطار عدن على ورق سلمنا ميناء عدن يعني على ورق عدن سلمه الشهيد إحمد الإدريسي الساعة العاشرة صباح نسلمها محاوظ عدن وقتيل الساعة الحادية عشر ليلة في نفس اليوم وقتيله مع سبعة من المرافقين في خطة التسعين سلمنا كل مؤسسات الدولة كل مؤسسات الدولة سلمناها بدون غير أو شر نحن نريد أن نتحول دولة ولكن ننتظر هذه الدولة تقول كل متى لا تزال هناك من الأسلحة الخفيفة والثقيلة بأيدي المقاومة ما حال هذه الأسلحة؟ وهل فعلا أنكم لا تزالون تمتلكون هذه الأنواع من الأسلحة؟ نعم نعم هذه السلاح هو سلاح الثوار وسلاح لن نسلم سلاحنا أبدا إلا باستيعابنا الاستيعاب الكامل داخل الدولة نحن لو كان طلبنا شروط أو رفضنا الانضمام إلى الدولة أعتقد أن أي مبرر آخر لسحب السلاح لكن نحن نغري الدولة ونسلم سلاحنا بل سلمنا السلاح التغيير الدبابات والثلاثة وعشرين وكل السلاح تغيير الآن الملك اللي أسلحتنا في الدفاع عنها كما قلت لك أختي القائدنا القائد البطل الرمزي الأسطورة أحمد الإدريسي وقفل مع سبعة إلى ثمانية مرافقين من مرافقينه كيف يعمشي أنا بدون سلاح؟ معنا السلاح متوسط سلاح خفيف لكن السلاح التغيير من الدبابات وغيره تم تسليمه الآن للي في المعسكرات نعم على المدى البعيد إذا لم يتم استيعاب المقاومة ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذونها؟ إذا لم يتم استيعاب المقاومة ستكون المقاومة والأخوة في التحالف العربي عارفين المقاومة رغم صعب وعارفين المقاومة لكن نحن لا نريد أن نترك فرصة للمخلوع علي صالح ولا للتنظيمات الأرهابية المسمى بالقاعدة وداعش نترك ذاول نحن ضغطنا على الظروف صعبة وسكتنا وتم الاستهزاب المقاومة في عدن وفي سائر الجنوب ونحن صابرين من أجل ما لا ترك فرصة للاحترف الآخر لكن إذا لم يتم استيعاب المقاومة وإذا رأينا أن في تغييرات دولية كبرى فغضية المقاومة الجنوبية واضحة وغضية شعب الجنوب واضحة وأن الأمر لا يكون بعد ذلك لكل حال في حديث الأعضاء الذين تم دمجهم بالجيش مؤخرا ما هي آلية صرف الرواتب بالنسبة لهم؟ أنا واحد من هذا الأعضاء أنا مدير شرطة البساتين بقرار وزاري من نائب ريس ونجلس الدراء وزير الداخلية للوحسين عرب وإلى اليوم أنا أخدم سنة ونص في هذا المكتب والمكاتب الأخرى شرطة البساتين قدمت شرطة البساتين تسعة شهداء واجب تسعة شهداء واجب وثمانتعشر شهيد قريح في تأمين مدينة عدن التسعة شهداء هذا كانوا يدخلون معي في نفس هذا المكتب اليوم هم في الغبور والأخوة الباقيين معاقين بصريا ومعاقين هم في مستشفات في الهند وفي الأردن لم نستلم ريال واحد وأنا الآن أتكلم عن منبركم لم نستلم ريال واحد إلى اليوم مثل ما قدم الأبطال دمهم نعمل وتشوفون نحن نلقي كل صباح ندام هنا ونمشي أمور الماطنين تطوعيا مثل ما خرجنا للوطن من أول يوم نحن بنواصل إلى عهد الشهيد أحمد الإدريسي والشهيد حريز الحالمي رحمة الله عليهم وكافة شهداء ما هي القوة الحقيقية اليوم على الأرض الواقع بالنسبة للمقاومة؟ القوة الحقيقية هي الأرادة هي الضمير الحي نحن لا نملك إمكانيات ولا نملك الأرادة التي قهرنا بها يعني 46 لواء كان في عدن وفي محيط عدن وفي إلحج وفي أبيان قهرت المقاومة الجنوبية بالبندقية قهرناهم بالأرادة لا زالت هذا الأرادة موجودة ولا زال الضمير الحي موجود ولا زالت القضية التي خرجنا من أجلها موجودة وعهدنا للشهداء أننا سنواصل حتى آخر المطاف لتحقيق مطالبنا مطالبها الشعب نعم وهناك تنسيقات بينكم وبين الحزام الأمني بخصوص الأمان وتوفير الأمن والأمان بالنسبة للمواطنين؟ نعم نبيل المشوشي قايد الحزام الأمني هو أحد أبطال المقاومة الجنوبية في عدن وهو أحد أعضاء مجلس المقاومة في عدن وتنسيق على مستوى إلى الآن لم يحدث أي اشتباك سنة ونصف من بعد الحرب إلى سنة لم تحدث أي اشتباك بين مثلا مقامة البساتين مقامة دار سعد الخور التواهي المعلّة هذا شيء عظيم هذا لم يحدث في أي بلد في ليبيا تتغاتل الميليشيات في الشوارع في سوريا تتغاتل الميليشيات الإسلامية التي خرجت للجهاد حسب ما يدعون نحن في عدن لم يحدث اشتباك واحد أنا نائب رئيس مجلس المقاومة الجنوبية في عدن أتحدى أي شخص أو إعلامي أو غيره أن يثبت أنه يوم من الأيام تنفي عدن يسود الود والاحترام قد تحدث اشكاليات بين الأفراد تدخل القيادات ينتهي الأمر بالسلام تنسيق على أعلى مستوى الآن هذه القوات التي تم دمجها مع الجيش وبعض المقاومة ذهبت هنا وهناك ألم يحدث هذا شرذم في المقاومة أو تفرق في وحدة الصف؟ أبداً أبداً أنا بالنسبة لي مثلاً أنا بأكلمك عن البساتين كل الفصائل المقاومة في البساتين بعد الحرب حوالي 18 فصيل مسلح صار اقتماع هنا وتم اختياري قائد المجلس العسكري في البساتين وهذا المجلس العسكري بعد ذلك أتى قرار وزاري جمعناهم وقلنا لهم حناية ما أردتو قالوا تتوكل على الله أنتوا 77 فضل من مقاومة البساتين اخترنا الأفراد 77 من كل الفصائل المشاركة البقية يخدمون معنا إذا نزلنا في حملات دهم أو في مواقع الإرهابيين أو البلاضي أو غيرها تشارك المقاومة الجنوبية في البساتين مع شرطة البساتين استشهد خمسة شهدة من داخل شرطة البساتين في الهجوم الإرهابي الأخير واستشهد مقاومة مع الشرطة كلنا عينين في رأس كلنا خرقنا للوطن ومع هذا الضغط ومع هذا الإقصاء اللي على المقاومة كل ذهب وبقية المقاومة الحقيقية المقاومة الحقيقية اللي خرقت فيه 23-23-25-16 هي اليوم الموجود اللي يبحث عن مصالح ذهب مع مصالحها خاصة في حالة لا قدر الله عادت ميليشيا الحوثيين والإنقلابيين مرة أخرى إلى عدن أو على أبواب عدن مرة أخرى هل هناك الجاهزية نفسها أم هي أكثر؟ الجاهزية هو الآن من تلكنا خبر ختالية كبيرة جداً كانوا أول يغاتلونا في شارع عدن الآن نحن بنغاتلهم خارج عدن الآن لملك خبرك كنا أول ما لملك أي خبرك الآن عندنا عنصر استخباراتي عندنا جهزة سلكية عندنا منظومة اتصالات عندنا الحمد لله أمور طيبة جداً وإن شاء الله يعني لا قدر الله حنال خاف من أي أمور أخرى تنجر يعني لكن الحوثي وعلي عبد الله انتهوا بالنسبة للجنوب لم يعودوا أبداً إن شاء الله البعض دعا المقاومة الجنوبية لتساند أخواننا في تعز أو في بقية المحافظات وتنتمج معهم لكي يقاوموا الحوثيين والانقلابيين هذه المساعي وهذه المناشدات أين محلها اليوم؟ بالنسبة لنا أعلننا خيارنا أننا في بلدنا هنا ولكن لا ضير فيه لكن تخيل أنت سبكان مدينة تعز خمسة مليون نسمة وعدن سبعمائة ألف أين مغارنا في هذا ولكن نحن الآن المقاومة الجنوبية أنا دربت يعني كتيبة كاملة من أربعمائة فرد هنا في البساتيين استشد منها أربعة في البقع في صعده الآن يقاتلون في صعده ويقاتلون على حدود تعز لكن نحن لا حد الآن يعني هناك عناصر من المقاومة في عدن تقاتل في بقية المقاومة اللي يسيطر على البقع واللي يسيطر والآن المعركة تدور في قلب في حدود قلب صعده هي من المقاومة الجنوبية من عدن اللي قاتل في تعز كلها من مقاومة عدن الشيخة هذا الخميشي اللي استشهد أخوه قبل أربعة وخمسة يام رحمة الله عليه في تعز هم أقل بأفرادة من المقاومة الجنوبية لأخل عدن نعم كيف تنظرون للحوار مع ميليشيا الإنقلابية؟ هل يمكن أن يكون هناك حوار؟ أبداً لا حوار مع القتل هو القوانة هو اللي تيديهم من الاتخاب الدم نحن نرفض أي حوار والمقاومة الجنوبية أهدافها واضحة نترك الأمر للسياسيين لكن نحن لا حوار إلا بالبندقية حتى يعودوا إلى سوابهم يرضون بالطرف الآخر مثل ما نحن موجودين في عدن عليهم أن يعودون إلى صعده وبعد ذلك نتحاور حوار وهو يعني على حدود بلدنا هذا مستحيل نحن نرفض الضلم في تعز وفي ذمار وفي صعده وفي أي مكان حتى أننا نتألم لأبناء صعده اللي هم في صعده نتألم لهم حتى في بعض المواطنين من أبناء صعده ومن العمران ومن الطائفة السيدية تم التنكيل بهم يعني في بعض الأماكن تدخلنا وعدنا لهم حقوق هم بمليارات الريالات هنا في البساتين وفي عدة أحياة في عدن لهم مصانع لهم شركات لهم ممتلكات تم التعدي أنهم حوثيين رفضنا هذا جملة وتفصيل أي مواطن مهما كانت في نيتا أو في قلبه يعني يحمل ولا في صعده لكننا نرفض التعدي نرفض الظلم ومتى يعني ما ظهر الظلم إحنا نظهر هل يزال هناك أسرة من الحوثيين موجودون هنا في عدن من هذه المقاومة توجد أسرة معنا ثلاثة ثلاثين وانتو سمعت وإحنا توجهنا بهم على ساس إلى الضالع ومنها إلى يافع وخراج مئة إسير جنوبة بينهم الإسير أحمد عمر عبادي المرغشي تدخلت أطراف تريد أفشال وعلم المخلوع صالح بذلك وعلم الرئيس عبر ربه مصور وعلمت قارة التحالف واستدعوني أنا وسليمان الزامكي وأبو همام إلى مقرر التحالف ووضحنا الأخوة لشقة بينهم قائد التحالف أن ذهبنا بدافع وطني ودافع أخراج أحمد عمر عبادي المرغشي اللي هو رمز الغضية الجنوبية ولكن أراد الله أن تفشل هذا الصفقة وعدنا ورفضنا تسليمهم لأي جهة أخرى حتى رفضنا تسليمهم للأخوة في التحالف إلا بعد حوار وتشكيل لجنة ما بين التحالف والمغامها الجنوبية على أن أي حوار آخر يتم يكون أحمد عمر عبادي المرغشي من ضمن هذه الصفقة نعم ولديكم أنتم أسرة كيف تم التعامل مع هؤلاء الأسرة الأسرة الحوثيين يوجد معنا 33 أسير الحوثي كانوا في سجن النصر وتم نقلهم إلى مكان آخر والأسرة الحوثيين يحضرون بمعامله يعني ممتازة جدا حتى أننا سمحنا لهم استخدام الجوالات الحديثة جدا ودخلنا لهم الإيمو حتى يتواصلون مع أسرهم صوت وصورة مرئية والأمور طيبة وباستطعتكم أنتم تتوجهون إلى وتسألونهم وهم يوم الأيام بيتم طلاق صراحهم ويذهبون إلى أعوائلهم بذكرون المغامة الجنوبية بكل خير نحن لا ننكل بالأسراء ولا ننكل بهم بل عاكسة أسراءنا في صنعه يتعرضون للضرب والتعذيب ورعبادي المرغشي في هذا السن يتم التنكيل به ولكن كل واحد يتعامل حسب الضمير اللي فيه أسراء الحوثيين يطرعون من عدم بإذن الله وهم ناقلين صورة طيبة عن هذا الشعب نعم اليوم الذي ينقص المقامة الجنوبية اليوم اللي ينقص المقامة الجنوبية هو تحقيق أهداف ما خرقت له المقامة الجنوبية هذا اليوم اللي تنتظره الأمة الجنوبية كلها والشعب وينتظره كل الأحرار وكل عوائل والتي هي المطالب للمقاومة نعم مطالب الشعب المقامة لا يقدرها المطالب المقامة هي الدرع اليمين للشعب لا توجد أنها أي مطالب إلا مطالب الشعب الجنوب اللي خرق نادي في الساحات ختاما الرسالة الأخيرة التي تقدمونها والله نشكركم على حضوركم وإن شاء الله أن عدن بخير وأن الجنوب بخير وأن اليمن إن شاء الله كل اليمن بخير نحن نتمنى لأخوتنا في الشمال كل خير وإن شاء الله من حسن إلى أحسن ولكم تحياتنا نعم الأستاذ علي ناصر الكازمي نائب قائد المقاومة الجنوبية في عدن كنت معي في هذا اللقاء شكرا جزيلا لك الله يفضلك شكرا لا تزال عدن تثبت بأنها كانت رمزا للتعايش الحضاري بكل أنواعه معبد الفرس تراث عدني باق إلى اليوم في حديقة غناء على سفح جبل شمسان المعروف بهضبة عدن شيد الفرس معبدهم في ثمانينيات القرن الثامن عشر برج الفرس أو برج الصمت ويسمى عاميا بمهلكة الفرس جزء من تاريخ مدينة عدن يقع في الجهة الشمالية المحاذية لصهارج الطويلة ويبعد عن خزاناتها جنوبا بحوالي 200 متر يعد المعبد آخر ما تبقى من آثار ديانة الزرادشتية في شبه الجزيرة العربية وهي ديانة هندية انتقلت إلى عدن إبان الحكم البريطاني وكان عدد معتنقها حين ذاك لا يتجاوزون المائة والعشرين زرادشتيا موسيقى موسيقى انشئ المعبد بشكل دائري بعيدا عن التجمعات السكانية بغرض التخلص من جثة الموتة حيث يعتقد الفرس خصوصا الزرادشتيون أن جثة الميت نجاسة ويجب أن لا تختلط هذه النجاسة بعناصر الحياة الثلاثة الماء والتراب والنار حتى لا تلوثها كما هو سائد في ديانتهم لذا توضع الجثة على قمة البرج بحيث تتعرض للشمس وتكون طعاما للطيور الجارحة يتكون البرج من ثلاث حلقات دائرية متداخلة يضع الأطفال في الحلقة المركزية من الدائرة أما النساء فتمدد جثامينهن في الحلقة الوسطى بينما توضع جثامين الرجال في الحلقة الكبرى الخارجية ولا يسمح بالدخول للبرج سوى للكهنة وحامل الناش ترجمة نانسي قنقر تترك الجثامين قرابة العام لتتحلل أجزاؤها بشكل كامل ولا يتبقى منها سوى العظام التي يجمعها الكهنة ويتم رميها داخل بئر عميقة تتوسط البرج وقد توقفت هذه التقوص في معظم معابد الديانة الزرادشتية مع بدايات القرن العشرين اشتركوا في القناة هذه عدن كانت ولا زالت مدينة السلم والتعايش تحكي تاريخ حضارة غابرة جمعت بين تقوص المجروس وكنائس المسيحيين ومساجد المسلمين عادة ما يستمد الحاضر قبسا من نور الماضي لذا علينا أن نحافظ على شعاع الماضي لنضيء به الواقع الصعب ونتطلع دائما نحو مستقبل أفضل لم تمنع الظروف الصعبة وانعدام الدعم حسين من أن يبدع رسما على الكمبيوتر الرسام حسين يوسف وجه المدينة لهذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر تاركا لإحساسه قيادة يده وألوانه الباحثة عن كيان مستقل نحو التمييز فلا مدارس ولا مؤسسات تكترث لهذا النوع من الفن الذي أتقنه حسين يوسف مبكرا وقدم من خلاله أطروحة تصويرية معمقة الرسوم الكرتونية تعمقت فيها وحوالي تقلدها من عمري ثمان سنين أو سبع سنين وبدأت أغلدها وتعمقت فيها وتطورت أكثر وأكثر وبدأت على الرسوم المتحركة وعمري 14 سنة و15 إلى فوق وبداية كانت رسومات عادية أكشين مثل باتمان طرزان يعني رسومات الأكشين الإثارة من خلال الرسوم المتحركة عن طريق برامج الكمبيوتر استوحى حسين من خياله الخص بشخصيات كرتونية جسد بها أعماله الهادفة متلمسا بذلك معالجة قضايا مجتمعية تعبر عن قوة اندماج الفنان الصغير بالمحيط وبالبشر من حوله تدش مقتشطة وينتبين عيث ذهن صورة يا سالمي شنت تعقد مواهده ولا إيش وش من مواهد ما يعفر بش وين قدش تبيبنا اليوم وين أو أعمق التلاك لا والله عادش ما قلتيني وش قد نعنا برعا دا المول من بين هذه الرسوم أوجد حسين لنفسه حيزا مستقلا سيظل حاضرا به لا يلغيه تجاهل وعدم اكتراث الجهات المختصة الغافلة عن قدرات الشباب اليمني وفرادة إبداعه في المدرسة كنت لا أحب الرسم كانت أكرهه وكانت أخلي الناس يرسموني وأمي الله حفظها كانت ترسموني يعني كنت مش مرتاح للرسم بعدين شفت نفسي أنه لازم يعني أبدع في الرسم وأطور وبدأت مساكد دفتر والقلام وحاولت أكتر وبدأت أرسم في المدرسة كنت أرسم في الفصحة العيال كانوا يقولوا لي الشيك ترسم لنا رسمات باتمان ترسم لنا دراغن بول أنت يعني أرسم لهم شي طبيعي في مسيرة حسين يوسف الفنية مفارقات غريبة إلا أن عبقرية الفنان لا تعرف الإنهزام مهما كانت ظروف الحياة وقسوتها بدأت في برنامج الرسام الرسام يعني كان الرسم مش حلو كان مش طبيعي كان يطلع فراغات وكذا بعدين تطورت البرنامج الفوتشوب رسمت في بو حبة حبة وتابعت دروس للرسامين في عمال بدأت بها بس ما حصلت يعني ما طورت فيها لأنه لا يقدر لي ذاك القلم الضوئي التابلي بدأت رسمت القناة صنعاء مسلسل دنيا الأطفال دنيا الأطفال دنيا الأطفال دنيا الأطفال دنيا الأطفال لعب وغنى حب وخفى دنيا الأطفال ليس الإبداع وحده ما يتطلبه عمل حسين يوسف بل هناك جهداً آخر يبدله كأي موهوب أراد أن يرتقي بفنه نحو تحول نوعي يتنفس فيه عنصر الجمال أحب أصنع سلسلات مثل المسلسلات التاريخية مسلسلات الكرتون الإسلامية والكوميدية والأكشين أحب أرسم مسلسلات إلى بالنهاية مثل ناروتو وون بيس حلقات سبوعية لم يعود الفن بصنوفه وأشكاله المختلفة يشكل فارقاً لدى المبدعين في بلد تمزقه الصراعات ولم تترك فيه مكان للجمال ولو مساحة صغيرة لفنان يستلهم بإبداعه جماليات الحياة ومعانيها لا يقدر راعي رسمي يعني يدعمنا في أعمالي ومشاريعي بدأت كبداية عادية ما يشعني معي هذا اللي يدعمنا ويحفزنا نرسم حتى في يوم من الأيام فكرت أن أنا أوقف يعني أوقف الرسم أنه عارت ما يشفى فايدة مشاهدنا الكرام إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا الأسبوع ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة